تحت شجرة البان هذه عشبة النعناع أو النعناع السعودي أو النعناع المدينة وهذا النبات مشهور في القزيرة العربية بالحبق أو الحبك وتستخدم أوراق هذه العشاب أو هذه العشبة في الشاي وهي من النباتات النفاثة العطرية والجميلة تصلح للزراعة كزينة من ناحية ومن ناحية أخرى كاستخدامات مختلفة هذه العشبة تستخدم أيضا لعلاج أمراض الصدر الربو الفولونزا أو الزكام وغيرها من الأمراض وكذلك تستخدم هذه الأوراق لمواضع خارجية في القسم لبعض الالتهابات ولا تزال هذه العشبة تحظى بأهمية قصوى في الكثير من المناطق وخاصة في القزيرة العربية وكذلك لها اسم في شمال عمان غاغا وهي منتشرة في القبل الأخضر وكذلك في مناطق أخرى من السلطنة والشهرة التي يحملها هذا النبات أو هذه العشبة نعناع أو نعناع طويل الأوراق والأوراق عادة تكون ازدواجية أو مزدوجة فعلى كل قسم نلاحظ هناك أوراق متقابلة ولهذا النبات استخدامات عدة ويقال أيضا أنه يبعد البعوض ومن أيضا استخداماته المختلفة أنه يفرك على القسم لإبعاد أيضا الحشرات التي تفتك بالإنسان خاصة في الغابات البعوض بشكل عام والحشرات الصغيرة